السلام عليكم تنتنا دائما تكونوا بخير وعلى خير اليوم سنقترح عليكم إن شاء الله واحد العجينة ديال الصبلي المميزة جدا كيف شفتم ما تتغير شكل ديالها وكذلك المضاق تيجي زوين مع أنه صبلي اقتصادي كيف ستشوفوا معي واحد الكمية اللي مزيانة تنتمنى تشاهدوا الفيديو الآخر لأنه فيه جميع التفاصيل بالنسبة للمبتدئات لنجاح هذا العجين ولكن تتزوروا القناة الأول مرة اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد دائما تنتنا منكم لايكات ديالكم وتعليقات ديالكم لتدعمني باش نستمر دائما شكرا بزاف لكم نخليكم على بركة الله مع المقادير والطريقة غد نحتاجوا على بركة الله الجوج ديال البيضات كاملين غد نستعملهم كاملين 250 جرام ديال زبدة النباتية ماشي طرية نباتية ديال الطرق والتي تنصيبوا بها الصابلي الاقتصادي 100 مليليلتر ديال زيد تقريبا كاس إلا ربع بقياس كاس العنباء أي 100 جرام ديال زيد عندي هنا 100 جرام ديال سكر حبيبات ليساني دا تقريبا أقلب قليل من كاس إلا ربع كيف تتشوفوا معي و 50 جرام ديال سكر سقيل أو سكر غلاسي أو سكر بودرة 50 جرام أقل من نصف كاس عنباء غادي نحتاج هنا تقريبا 650 جرام ديال دقيق الأبيض الخاص بالحلوات اللي غادي ندخل فهذه العجينة يبقى حسب الدقيق عندي هنا جوصة الشيات ديال الفانيلي يمفئة 7.5 جرام للواحد وعندي ثلاثة الملاعق ديال لوز بودرة غادي نغنو شوي هاد السابلي غادي نضيفه لي هاد الإضافة باش يجينا شوي راقي في الماضاق ممكن ما تضيفوش هاد الإضافة أو ممكن تضيفو كوكاو اللي هو الفول السوداني غادي تحمروه شوية وغادي تتحنوه مزيان وغادي تضيفوه للعجين المهم شي إضافة بحال هكذا تتغنينا الماضاق والطريقة غادي ناخدو الزبدة اللي في درجة ديال الحرارة ديال المطبخ ديال بلجو وسخون ما غاديش لقاو معا مشكلة غادي تحطوه غير شوي وغادي تلين غادي نضيف على 100 جرام ديال السكر اللي أكتر بقليل من نصف كأس قلي بنكاس إلا ربع ديال كأس العنباء ونصف كأس أو أقل من نصف كأس ديال السكر بودرة أي سكر غلاسي غادي نغرب له المجموعة عندي ديال السكر 150 جرام ما بين سكر وساندة غادي نضيف جسة شيئ ديال الفانيليا اللي ممكن تنكهو بأي نكها بغيتو سواء الكراميل نوغا الباتا بيسكوي كل هم تيجي وزوين السابلي كذلك لنكها ديال ناطا واللي بغيتو حسب دوق ديالكم حتى الفانيلي هكذا ساشيات هاته الجيزوي نوط وتعطينا واحد القرماشة للسابلي ضفت قبصة ديال ملحالي ضروري دائما في الحلويات غادي نخلط هاد الزبدة مع السكر حتى نحصل على شكل فو مار بحل هاد الشكل من بعد غادي نضيف 100 جرام ديال زيت طبخ أو زيت المائدة تقريبا أقل من كأس إلا ربع بقياس كأس العنباء هاد المقدار هاده تيجيني مزيان بالنسبة لهاد السابلي ما تيجيش ميد مزاف ما تيجيش مزيت كيف تنقلو بداريجة تيجي رائع ومقرمش غادي نضيف غير شوي بشوي باش ما تبداش تطير عليها الزيت وانت نخلط ممكن هاد العملية اللي درت أنا باليد ديالي ممكن تدروها بطراب الكهربائي تطربوا الزبدة مع السكر وضيفوا الزيت حتى تطربوا لكل عاد وضيفوا في الدقيق تتجي أسهل وممكن حتى بطراب اليداوي وتتبقى هاد طريقة أسهل للكول ديال أن ننخلطوه في القصرية تنحسوا أن تنصيبوا الحلوة المغربية التقليدية ضفت جوج بيضات كاملين من بعد ما حصلت على شكل بوماد فاش ضفت الزيت تخلط تمزيان عاد ضفت البيض وضفت ثلاث بلاعق كبيرة ديال اللوز بودرة بالنسبة للوز بعض الأخوات يصوروا على التمن دياله فما بقيتش حاجة نقولوا راه ما تتوفرش على الجميع على غير رابعات ديال البودرة ديال اللوز ب30 درهم غات تبقى لكم مدة إلا تتحضروا بها هكذا غير الكيك أو تضيفها في الصابلي تبقى واحد لمدة المهم كل شي في الموتاناوان سوف نعرفوا نسيروا شوية رأسنا او المطبخة ديالنا سافي من بعد ما خلطت البيض مع البودرة ديال اللوز مع باقي المكونات ديال تنظيف الدقيق تقريبا هنا دخلت للفاد الحلوة هادي او هاد سابلي 650 جرام ما يعادي الستة ديال كووس ديال العنباء ونصف من عبار الكأس بشان عبروه هو ديال العنباء ممكن تدخلوا اقل او اكتر بقليل على حسب نوعية دائما ديال الدقيق والحجم ديال البيض اللي عملته ما غاديش ندلك هاد الشي او هاد المكونات غادي نبدأ نجمع بالاصابيع ديالي الى دلكتو العجينة ديال السابلي فتأكدوا ان الشكل ديالها ما غاديش يجي مزيان وغادي تخسر في الفران فاش ندخلوها الطيب غادي نبدأ بحال هاد الشكل هادا الاخصنيش شوية دقيق غي تنسرح العجين وتنظيف حتى تنحصل على هاد الشكل هادا ودائما ما تندلكش غير تنجمع ضروري ما تكون بحال هاد الشكل طرية لكن ماشي بززاف وما قاسحاش نهائيا ما تكون السابلي العجينة دياله قاسحا ضروري ما تنقسموها بحال هاكده لان ندرنا واحدة كمية كبيرة باش تدخلات غير البنودة شوفوا معايا تجي مرملا بحال هاد الشكل هادا مخصاش تجي مدلوكا غادي نديرها فواحد البلاستيك غدائي وغادي نحطوه في التلاجة الى ما عندكمش الوقت على الاقل نصف ساعة في المجمد باش هتبرد هاد العجين وتتصرحوها وتتكون واحد نتيجة لي مزيانة الى كل الوقت فليلة كاملة هي الافضل انا بالنسبة ليا غادي نخليها ليلة كاملة وانتلاقها ليلة كاملة غير في التلاجة عما نصف ساعة في المجمد دا بغادي نحضر نوغا اللي غادي نحضر بها السابلي وفي نفس الوقت غادي تشوفوا معايا الطريقة اللي درت لهديك النوغا اللي كنت حضرت بها التحليات اللي عملت على شكل قوالي بتتجيها الى خدوا السيليكون دائما بواحدة ما اللي تكون مزيان باش تكون واحد الجودة فيه وتطيبوه في الفران بلا ما تخافوه تكون في واحد العلامة واحد الرقم تجاري تكون فيه بالنسبة لهاد النوغا غادي ناخد خمسين جرام ديال الزبدة وخمسين جرام ديال اللوز ايفيلي وخمسين جرام ديال الجليكوز وخمسين جرام ديال السكر سانيدة او حبيبات بالنسبة للطريقة فغادي تدوبو الزبدة مع السكر سانيدة ومع الجليكوز واللو والعاد غادي تضيفو اللوز اه شرائح غادي ان شاء الله نحضر معاكم هاد الوصفة بالتفصيل اللي اني حضرتها بالزربة كيف تنحضرها في العادة تندير كل شي في الكاسرونة وتنحطوه فوق النار تدوب شوية ما تنخلي شي غلا غير تدوب حال هاد الشكل سافي تنهزو اما المبتدئات فاديرو الزبدة زائد سكار سانيدة ما بنش لكم في المونتاج لكن ديروها وخمسين جرام ديال الجليكوز حتي يدوبو غير يدوبو عاد تضيفو النار وضيفو اللوز الشرائح وحركو مزيان خليوه برد عاد غادي نحطوه يطيب في الفران من بعد غادي شوفو معي الطريقة سافي خليتو في درجة حرار ديال المطبق حتي برد مزيان رغمتي يقصح شي يبقى معلق وما تخليو شي غلا في الكسرونة غير يدوب الخالي تصافي وهزوه وخليوه هكذا لانه تيطيب باقي فالفران غادي ناخد واحد الكيمياء اللي قليلة وما غاديش نسرحها غادي تسرح بو حلالة دخلات الفران بحال هاد الشكل غادي نعود لكم المقادير استعملت فهذا النوقع خمسين جرام ديال الجليكوز اللي هو ضروري في الوصفة خمسين جرام ديال سكر حوبيبات اللي هو وسانيدة خمسين جرام ديال الشرائح ومسين جرام ديال الزبدة نفس العبار من كل حاجة غادي هاد ندخلو دابا الفران اللي يمسخن على ميوربعين درجة فقط ممكن ميورخمسين اللي بغيتو شاعل من تحتو تحطو هاد السيليكون في واحد طاوة فوص الفران ما تشعلوش من الفوق خليو حتي بدا تيباليكم تيغلى من الجوانيب ما تخليوش يتحمر نهائيا غري بدا تيباليكم واحد اللون مذهب في الجوانيب خرجو لي انو تيكمل طياب ديالو برا الفرن من طبيعة الحال الفران غادي يكون سخون غير شوية من قبل وردو معاه البال ما تغفلوش لانو تياخد دقائق قليلة فقط ممكن غير ربعا ديال دقائق حتى الخمسة وتيوجد ممكن اكتر بقليل فقط مو يمردو البال دابا غادي نزولو من السيليكون من البعد ما برد شوية المو يباقي شوية دافئ او ممكن تخليو حتي برد وحيدوهم غير بشوية باش ميتكسرش معاكو يلا كانوا باقي دافئين بالنسبة لها الكيمية اللي بقات لي في الكسرونة فهي غادي تكفيني للصابلي اللي غادي نحضر معاكم فتجي واحد الكيمية اللي مزيانة في هاد المقادر هاد الدوائر اللي عملت غادي نحضر بيهم غادي نحضر بيهم تحلية اللي سبق حضرت معاكم غا نخليكم ان شاء الله الوصفة ديالها في صندوق الوصف واللي تيظهر لكم دابا اه الشكل ديالها او الصورة ديالها من بعد غادي نرجع للعجينة ديال السابلي اللي خليتها ليلة كاملة من الافضل ليلة كاملة او على الاقل واحد نصف ساعة في المجمد ولابد تحتفظ باكتا نقول دائما ليلة كاملة فغير تلاجأ التحت عادي غادي نضغط عليها شوية باليد ديالي اللي اللي تكون سخونة فغادي ضغيها تلين معايا وغادي نسرحوها وتكون شوية مرقيقاش تكون شوية غليظة لانه غادي نعملو فيها حشوة مادش يكون السابلي اللي غادي نسقو سابلة اللي سيكون رقيق غادي ناخد هاد الطابع هادارها معروف خديته غير بعشرين درهم دابا ولو في المتناول حسب واش اصلي ولا ما اصليش المهم رائم زيان اما شوية دوك الاصليين غادي يرين واحد شوية ديال الثامن اللي مرتفع غادي نغبرو بالدقيق ضروري هاد العملية ديال الدقيق باش ما يلسقش وغادي نزولو بكل سهولة بحال هاد شكل هادا تيب قدق الفراغ فاش غادي نعملو النوقة اللي حضرناه بنفس الطريقة غادي نستمر دائما تنغبر طابع بالدقيق وتندير هاد العملية تتشوفو قدامكم بالنسبة للعاجين يلك الجوتان يسخون بزاف وما تتطعش معاكم فاشت طبعوها تتلسق بزاف فارجعوها شوية الفريق وواحد خمسة حتى العشرة دقيق وتترجع مزيانة دائما ما تخلوش العاجين حتى تتسخن بزاف ليديالكم را ما تتجيش مزيانة حتى في الطياب بالنسبة للعاجين التي يبقى فمثلا الكوش غير تنجمعوه بشكل عشوائي بحال هاد شكل هادا غير هاكده وحده فوق وحده وتنحطوه يبرد بالنسبة لي رجعتو المجميد لوقت فاش غادي نسرح هاد العاجين الاخر غادي نلقى هادا برد وغادي نكمل السابلي اللي عندي دابا اخديت واحد الكيغدون او العود خشابي داروري ما تنديرو هاد تنتكوش بيا هاد الحلوة ممكن تخدوه إبرة المهم تديرو دوك التوقع باش ما يتنفخش لنا الوسط ديال الحلوة اللي بغادي نعمره من بعد بالنسبة لهاد السابلي فغادي نحطوه في الفران غير غادي يشتراسوه تقليب واحد لخمسة ديال دقايق او ثمانية وغادي نخرجو وغادي نحط فيه النوغا من اللي حتته طي طيب جيتا نسرح هاد المرة سرحت لي عاجين يكون رقيق شوي لي اني غادي لسق سابلي خديت هاد الطابع هادا اللي يزوين ويجيد في الاسواق ممتاز جدا في المندر دياله وبخمسة ديال الدراهم على التحجة مبقاتش غالية دائما نديرو في الدقيق باش ما تخسرش لي العجين ومتا نكترش الدقيق تاني بزاف ونحاولو نطبعو هاكده بشكل متقارب باش ما نضيعوش العجين ونبقا ونجمعو فيها إلا بقنات نجمعو العجين بزاف ونعاود ونسرحو فما تتبقاش في الجودة ديالها ديال الاول نحاولو ما نجمعوهاش بزاف كيف اذكرت لكم في السابلي الاول اللي حتى هو ناجح كل مرة سنحضر معكم شكل ومقادير اللي مضبوطة تعتمدوا اللي بغيتو دائما تنغبر بدقيق وتنطبع الحلوة بحال هاد الشكل او السابلي تنحصل على واحد شكل اللي جميل جدا تنصبرو شوية معا الطوابع هادو اللي تيكونوا زويني لتيكون فيهم هاكده دوك واحد تزيال اللي تيكون شوية حساسي بشوية غير بشوية حتى نكملو السابلي ديالنا سافي غاد نستمر وغاد نحط هاد السابلي في واحد طاوة ومن بعد غاد نخرج السابلي اللي حطت في الاول اللي غاد نحضر به او غاد نزينو بالنوغا شفتو راغيرش درسو وخرجتو تقريبا واحد ستة خمسة حتى ثمانية دقيق او ستة علاش باش النوغا ما تطيب شاني بزاف من الاول اللي حطينا مع اه سابلي وهو مزال خضر فتطيب بزاف كتر من القياس نحطوه حتى يتشمع حتى نقدرون نهزوه من الطوابع ما يطيب شتى تتبقى بيض لكن غير تيتشمع وتنبدو نهزو واحد المقدار تقريبا ديال اكبر من الحمصة هكذا لانه هاد تترح في الفران ما تكتروش باش يجيكم سابلي ديالكم شكل دياله جميل شفتو معاييره ما طيبش مزيان يلا بدتي تتشمع هذا السابلي وخرجتو دابا بعد نرجع الفران شفتو معايير النار تكون مهيلا باش نحصله على سابلي اللي مقرمش وزوين نفس شكل غادي نطيب به هاد السابلي دائما الفران تيكون سخول من قبل وندخله ويطيب على خاطره باش يبقى على مدة طويلة في تلاجة يبقى مقرمش ما تيرطبش دغياء وتيكون في واحد الجودة اللي مزيانة بحال يتنصيبه بزبدة طرية هذا هو الشكل دياله دروري السابلي ديال النوغا وتعن حمره شوية ماشي بحال السابلي العادي تيدهب لون دياله بالنسبة له هادو اللي خليت خويين فاقتراح ممكن تعمرهم من بعد بالشوكولاتة كأسهل طريقة التزيين او الفواكه اللي مع السلام شكلة اللي بغيتو وبالنسبة للنوغا اللي احتفت بيها فزينت بيها كيف ستتشوفو معايير التحلية اللي كنت قدمت لكم في القواليب جدا ممتازة تحضروا ديالك التحلية رائعة بالنسبة للسابلي شفتو الشكل دياله ما تيخسرش نهائيا اعتمدوا هاد العجين غات هنكم من كزف ديال مقادير اللي ممكن يكونوا تيضيعوا لكم في وصفات اللي ماشي مضبوطة بالنسبة لهادو ما صورتش لكم المرحلة ديال تزيين لانو ساهل لصقتو غير بشوية ديال النباج وشوية ديال البليكوز اللي خلط ودرتهم في الشكلات الابيض بالنسبة للشكلات الابيض نسمتو بشوية ديال البتا بيسكوي من بعد ما دوبتو مع واحد الملعقة صغيرة ديال زيت المائضة وتيجي هادو شكلات من السم زوين بزاف ما تيكونش لما دا قدياله باين بالنسبة لهادو السابلي اللي بالكاراميل فاسبق حدرت معاكم شوفو راه اكتر من عشرين يوم دا بفت اللاجة باقي ما شاء الله زوين بزاف حتى فتزيين باين شكلت بلاتو من سابلي بعاجين اللي شفتو معايا اقتصادي واشكال اللي في البتا ناول تمت منه صراحة تجربوه بالنسبة لهادو الشكل فواحد الجزء منو عملتو في الشكلات اللي كامل اي درتو في الشكلات كلو وزينتو بشوية دياله في التين تتبقى مقرمشة حتى هي فتلاجة متى وقال حتى حاجة وهادو الجزء هذا اللي بقى عملت فيه خطوط من شوكولاتة البيضاء والسوداء ودرت شوية ديال العقيقة ديال الحالويات المهم اشكال اللي بسيطة لكن راقية ما تخافوش على هادو السابلي نهائيا في التلاجة يبقى مقرمش شهر او اكتر ممكن تحتفظوا بي كدلك في المجمد اللي تيبغي احتفظوا بس سابلي في المجمد ما تيوقع له حتى حاجة غير دلو بحال هادو الشكل هادو واحد البواطا بيناتهم فرشوا ورقة طاهي وعملوه بيناتو الحلوة اي بيناتو الحلوة واحتفظوا بي في المجمد جبدو حتى يطلق وقدموه كأنكم عادو صيبته شكرا بزاف لكم باسلام عليكم